تعرف قدي الأكل إلو دخل بهرمونات السعادة وبالشعور بالسعادة فكتير أكلنا بيأثر على نفسيتنا بشكل كتير كبير فاليوم راح نحكي على إيش اسمه في عنا مادة كيميائية بموجودة بالدماغ مهمة بالدماغ بنسميها السيراتونين والسيراتونين وظاقفه إنه بيعطي ريلاكسيشن بيخفف التوتر بيزيد السعادة بيحسن المزاج وكتير أشخاص اللي عندهم مشاكل اكتئاب بيكون عندهم مرات مستوى سيراتونين أقل من الطبيعي أوك الآن السيراتونين مش موجود بالأكل ولكن إحنا في حمد أميني لما نحكي حمد أميني يعني أغلبه بيكون مصدر بروتين بزبط حمد أميني بيساعد أو بدخل فيه تكوين مادة السيراتونين حلو فبالتالي إذا أكلنا ناقص في هذا التريبتوفان أو الأشخاص اللي هاي دايماً منبه عليها إنه إحنا مش كل حمية بتنزل الوزن تعتبر صحية لأنه عشان هيك فيه كتير أشخاص بيعملوا حميات قاسية جداً أو قليلة جداً بالسعرات الحرارية بعد وقت فترة من الزمن بيصيروا يحسوا إنهم عصبين منرفزين بيصير عندهم علامات اكتئاب فدائماً مش نجاح الحمية هو النزول على الميزان نجاح الحمية إنه قدي أنت بتكون مبسوط وقدي فيه استمرارية وقدي فيه نتائج على صحتك وعلى جسمك نعم 100% هلأ الأمينو أسدز أو الأحماض الأمينية دكتورة هناك منها أسانشلز ومنها أسانشلز بزبط بزبط أسانشل أو أساسيين بزبط الحمض الأحماض الأمينية فيه منها لازم ناخدها من الأكل وفيه أشياء بيصنحها للتريبتوفان من ناخده من الأكل تمام الجسم ما بيصنعه ناخده من الأكل تمام هلأ إحنا لتريبتوفان وين موجود؟ موجود بمجموعة كبيرة من الأكل إحنا اليوم رح نعرض صبع أطعمة موجود فيها هذا الحمض الأميني اللي بساعد على تكوين السيراتون اللي ما منصنعه بالجسم تمام تمام أول إشي رح نبدأ فيه مجموعة من الخضار عنا أهمها السبانخ السبانخ وفيه نوع خضرة تاني لبرقلي أوك تمام برضو هاي من الأطعمة اللي كتير مفيدة وغير هيك فيه السبانخ مواد مهمة جدا لصحة الدماغ يعني فيه نسبة من الحديد ومنعرف إنه نقص الحديد مرتبط كمان بالشعور بالتعب والإرهاق وإله دخل كمان بالشعور بالعدب الراحة يعني الواحد لما يكون عنده الحديد واطي بكون كمان جسمه تعبان وبرضو ممليح للأشخاص اللي عندهم اكتئاب نعم تمام فهذا أول نوع من هاي الأطعمة ثاني نوع من هاي الأطعمة بس طبعا الخضار إذا بنرتبهم بالأعلى هلا بنرتبهم نلاحظ إنه المصادر الحيوانية أعلى بالتريبتوفان بس حبيت اليوم أدمج نباتي وحيواني إله علاقة بنسبة البروتين في الغذاء أم لا؟ هلا إذا أنت بالآخر بتاكل كميات بروتين قليلة بالأكل أكيد رح يتأثر نظامه بريض اللاطعات بسبب الأغذية نفسه yạnhامة تآخر umbweb Uh yeah port-triptophane أعلى بالمصادر الحيوانية من النبات ولكنه مرتبطة في البروتين بشكل مباشر اتا فقط نلاحظ histórico بس بالسرطة يعني إذا ما معروفد عن اللحمة وجاج مثلا للحمة فيها بروتين أكثر من الجاج بالتالي هذا اللامين واسد موجود في اللحمة أكثر من الجاج يعني يكن إلعم ترتيب معين بس هما تقريباً باللحوم والجاج والأسماك أعلى نسبة بعدين بيجي عنا حليب وبيض وبعدين بالآخر بيجي عنا الخضار والفواكه الثاني كمان نوع من الأكل الغني بالتروب تفان اللي هو الحليب واللبن برضو غني جداً بهاي المادة واللي بتساعدنا كمان بتكوين السيراتنين تالت نوع من الأطعمة عنا الأسماك أنا جبت السردين والتونة كمان موجود بالسالمون غير إنهم فيهم تريبتوفان فيهم كمان أوميغا ثري وبرضو هدول إلهم علاقة بتحسين المزاج بشكل كتير كبير لوجود التريبتوفان والأوميغا ثري حالو رابع نوع من الأطعمة عنا الأجبان برضو هاي من الأشياء اللي لازم عشانك دائما مركز على غزاء أطفالنا إنه يكون فيه عنا كميات من الحليب والألبان والأجبان منه كالسيوم وفيتامين دي وبرضو كمان بتساعد في الزاكرة والإدماغ حالو تمام جيبت كمان هون بعض المصادر النباتية الأخرى عنا خامس مصدر الشوفان الشوفان مثلا مع حليب وموز هي وجبة لأنه الموز غني بالتريبتوفان خلينا نقرب هنا قبل الآخر مصدر خلينا نجيب كاستر حليب نجيب الحليب عشان نفترض عشان نعمل وجبة متكاملة بالتعزز المزاج في عنا الشوفان والحليب الموز كمان دائما نسمع أنه الموز بيروق وبيعادل المزاج خلاص هلأ بأعمل لك الفطور عشان مزاجك يكون راية تمام وفي عنا البزور بزور كلهم على فكرة بس أنا جبت من البزور اللي غنية جدا فهاي بتعدل المزاج بس انتبهوا للكمية حلو مش تحط سجاتي كبيرة تقول دائما عد المزاجي يعني ناخد بعقل يعني كمية بسيطة من المكسرات المفيدة منها البزور برضو مفيدة جدا فيها التريبتوفان حلو بجوز في النهاية دكتورة موضوع البزر يعني قديش الكميات لأنه في ناس مدمنين أو في يعني أحيانا واحد يعني صعب ياخد إذا قاعد سهر الناس متعودين منشوف كميات كتير كبيرة حالبنا نعمل ثلاث أشياء عشان تتحكموا بالمكسرات الملح وزيادة دهون وضار عشان تتحكموا بكمية المكسرات ما تاكلوا المكسرات بدل العشاء لأنه راح تاكلوا كمية كتير كبيرة حط بالصحن كمية بسيطة وابعد عن المطبخ وسكر الكيس وابعده عنك عشان تقدر تاكل كمية معقولة وتعدل مزاجك من غير ما تزيد وزنك حلو كتير الله يأتيك ألف عافية دكتورة شكرا جزيلا أهلا أنا أكثر أهلا وسهلا